اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنية شيعية في المنطقة خلال الفترة القادمة وقد قيم وزير دفاع الماز قضايا المساعدات الانسانية والتعاون مع البشمرقة ودعمها عند لقائه بزعيم اقليم كردستان العراق مسعود برزاني وكان قد اشار الى انه سيتم تقديم الدعم اللوجستي اللازم بما فيه التدريب والتأهيل القوات لانقاذ الموصل وقد صنفت انقرة قبل البدء بالعملية مساعداتها التي ستقدمها على شكل عشر مواد وهي اولا تقديم دعم اللوجستي واستخباراتي لقوات التحالف ثانيا تقديم خدمات استخباراتية في اغلب المناطق خاصة الرقة وتل عفر وتل ابيض المتواجدة على الحدود ثالثا استمرار برنامج التأهيل والتدريب في مخيم الديالة العسكرية رابعا زيادة عدد الضباط الاتراك الذين يقومون بتدريب البشمرقة خامسا اتخاذ كافة التدابير حيال تدفق موجة من اللاجئين الى تركيا سادسا حفر الخنادق حول مناطق الالغام للحفاظ على سلامة المدنيين سادسا عدم التخلي عن التركمان وتركهم لوحدهم في المنطقة سابعا زيادة عدد الرحلات الاستطلاعية بالطائرات الحربية حيث يتم الان تقوية قاعدة دياربكر الجوية ثامنا حشد قوات خاصة على المناطق الحدودية تحسبا لاي هجوم من قبل تنظيم الدولة الاسلامية عاشرا دعم تعليم المعارضة في تركيا موقع عربي 21 نشر مقالا لمحمد سيف الدولة بعنوان يا خسار يا عرب جاء فيه حين كنت استمع الى خطاب نيتنياهو في الكونغرس وهو يعبر عن خوفه الشديد من القدرات النووية الايرانية ويشن عليها كل هذا الهجوم الشرس حسدت ايران وتحسرت على بؤس احوالنا في الوطن العربي لم يكلف نيتنياهو نفسه عبء الحديث عنه لم يضع الدول العربية في جملة مفيدة خلال كلمته الطويلة وهو ما يكشف حجم الطمأنين التي يشعر بها تجاهنا لم نعد نخيف احدا منذ ان اصبحنا جميعا دولا وانظمة عربية اليفة وحليفة وشركة فاللاعبون الرئيسيون في منطقتنا بالاضافة الى امريكا واوروبا واسرائيل هم ايران وتركيا الجميع لهم اوزانهم النسبية في المنطقة الا العرب لم يعود لهم اي وزن لقد تم تدويل كافة الملفات العربية العراق وسوريا والليبيا واليمن فلم نعد قادرين على ادارة علاقاتنا وصراعاتنا معا نحتاج الى محكم ومحرم دولي يجلس بيننا ويدبر لنا شؤوننا يقف عدونا اللدود في الكونغرس رغما عن انف رئيس الامريكي وسط نوابه الذين لم يكفوا عن تصفيق له واقفين مهللين ثم يتمسك حكامنا العرب برهان على الرعاية الامريكية لعملية السلام نتنياه يناضل ضد من يراه العدو والخطر الاكبر على اسرائيل ونحن لا ننطق بكلمة واحدة عن اسرائيل كل الحديث اليوم يدور عن النفوذ الايراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن او النفوذ التركي في قطر ولا حديث عن اي نفوذ عربي في ايران او تركيا العراق وايران في حرب الخليج الاولى عام الف وتسعمائة وثمانين و الف وتسعمائة وثمانية وثمانين كانا رأسا برأس واليوم اصبحت العراق مجرد ساحة لصراع بين النفوذ الايراني والامريكي نحن نستجدي الرضا الامريكي ونستمر الاحتلال والخضوعة والتبعية وايران تفاوض الغرب رأسا برأس وندا لند ايران تدافع عن نفسها ونحن نستأجر الامريكان والناتول يدافع عن عروشنا وكراسينا ايران تدعم المقاومة الفلسطينية ونحن نتهمها بالارهاب ايران ترفض الاعتراف باسرائيل ونحن نعترف بها ونصالحها ونطبع معها وجه نتنياهو في خطابه الشكر لأوباما وليس للادارة المصرية على انقاذه لسفارة الاسرائيلية في القاهرة من غضب وحصار المتظاهرين المصريين وشكر الامريكان على دعم اسرائيل في مواجهة صواريخ حماس بينما لا يمكن لحماس ان تواجه شكرا مماثلا للعرب الذين يتآمرون عليها ويدعمون اسرائيل في الكواليس بل ان بعضهم اصبح اليوم يدعمها في العلن في المنطقة الان ثلاثة مشروعات رئيسية فاعلة ومؤثرة على رأسها بالطبع المشروع الامريكي الصهيوني القديم الجديد بالاضافة الى مشروع ايراني واخر تركي ولكن بالقطع لا يوجد مشروع عربي وطني مستقل وموحد وانما هناك مواقف وسياسات للانظمة العربية تتبع او تتصارع ما هذا المشروع او ذاك دفاعا عن بقائها وشرعيتها صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نشرت مقالا لانا برنارد بعنوان سباق في العراق وسوريا لتسجيل وحماية الفنون من السقوط في يد داعش واضحت الكاتبة ان سكان في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا والعراق يسجلون على هواتفهم المحمولة الدمر الذي حدث للاثار على يد التنظيم وتقول نيويورك تايمز ان هذا مجرد جزء صغير من الجهود المستمرة لحماية كنوز العراق وسوريا البلدان الغنيان باثار اقدم الحضارات في العالم لكن لا يمكن فعل المزيد تحت النيران بينما ينفذ الوقت مع اسرع مسلح داعش في نهبهم البنهجي للاثار وتدميرها وتضيف الصحيفة ان مسلح داعش يصفون الفنون القديمة بالوثنية التي يجب تدميرها الى انهم نهبوا ايضا اثارا على نطاق واسع من اجل جمع الاموال حسب ما يقول المسؤولون والخبراء الذين يتتبعون السرقات من خلال مخبيرين محليين وصور الاقمار الصناعية ونسبت الى عمر العزم المسؤول السابق في الاثار بسوريا والذي يعمل الان مع مشروع حماية تراث العراق وسوريا قوله ان كل شيء يتم التعامل معه لقيمته فلو له قيمة دعائية سيستغلونه للدعاية ولو استطاعوا بيعه سيفعلون ذلك صحيفة واشنطن بوست الامريكية نشرت مقالة لليزي سلاي بعنوان تنظيم داعش قد بدأ يهترئ من الداخل حيث اشرت الكاتبة بان الانشقاقات والمعارضة والانتكاسات اثرت في ارض المعركة على قوة تنظيم وادت الى تآكل هالة عدم القهر التي كانت تحط به بين من يعيشون تحت حكمه الاستبدادية واضافت الصحيفة ان التقارير التي تتحدث عن ارتفاع التوترات بين المقاتلين المحليين والاجانب والمحاولة غير الناجحة شكل متزايد لتجنيد سكان المحليين للخطوط الامامية وتزايد هجمات العصابات على اهداف داعش تشير الى ان المسلحين يصارعون من اجل الحفاظ على صورتهم التي بنوها بعناية كقوة مقاتلة مخيفة تجذب المسلمين معا تحت مظلة دولة اسلامية افلاطونية وامضت قائلة ان التقارير المستمدة من النشطاء وسكان المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش لا تقدم اي مؤشر على ان التنظيم يواجه تحديا فوريا فيما عقله في المحافظات السونية في شرق سوريا وغرب العراق والتي تشكل العمود الفقري لدولة الخلافة المزعومة وكانت الانتكاسات في صحة المعركة اغلبها على هامش اراضي تنظيم في حين تظل المعارضة المنظمة غير مرتاحة طالما ان البدائل القابل للوجود غير موجودة وفي ظل استمرار الخوف من الانتقام حسب ما يقول المحللون السوريون والعراقيون واشرت الصحيفة الى ان هناك مؤشرات ايضا على ان بعض المقاتلين الاجانب يزداد شعورهم بخيبة الامل ويتحدث النشطاء في محافظتي دير الزور ورقة سورية عن عدة حالات سعى فيها الاجانب بمساعدة المحليين للهرب عبر الحدود الى تركيا واثر الشهر الماضي على جثث ما بين 30 الى 40 رجلا اسيويين على الارجح في الرقة ويعتقد ان تلك الجثث لمقاتلين حاولوا الهرب لكن تم القبض عليهم واعتبرت الصحيفة ان خسائر الارض في شمال سوريا واماكن اخرى بالعراق تساهم في الاحساس بان الجماعات التي اذهلت العالم بانتصاراتها في البلدين الصيف الماضي ليست في حالة دفاعية فقط الان وانما تصارع من اجل ايجاد استراتيجية متماسكة لمواجهة قوى متعددة تحالفت ضدها صحيفة الشرق الاوسط نشرت مقالة لعبد الرحمن الراشد بعنوان هل علينا التصالح مع الاسد اعتبر الكاتف المقال بان اعادة النظر في السياسة الحالية والقبول بالتصالح مع نظام بشار اسد هو اليوم اسوأ قرار يمكن لأي حكومة عربية خاصة خليجية ان تفكر فيه ولفت الكاتب الى انه لا يمكن النظر الى الحرب في سوريا على انها مشكلة سورية داخلية ودون فهم المعادلة الاقليمية وتحديدا الصراع مع ايران مؤكدا ان دعم المعارضة السورية المعتدلة سياسيا وعسكريا ضرورة قسوى لعرب الخليج لحرمان الايرانيين من سوريا نهيك عن كونها قضية انسانية هي الادمى في تاريخ المنطقة واشار الكاتب الى انه لا يمكن للسعودية ان تتخلى عن عشرين مليون سوري مهما كانت الاسباب ولا يمكن لها ان تغض النظر عن خطر التوسع الايراني في بلاد الرافدين ولا يفترض ان نقبل بنظرية مصالحة الاسد حيث لا مكان لها في حسابات الخليج العليا وخلصا الى انه عندما تأتي الساعة التي تصبح فيها القضية محل نقاش هي مصير الاسد في اي حرب او حل سلمي مستقبلي فانه لا احد سيهتم بمسألة الانتقام منوها الى ان التركيز اليوم هو على حلين متوازيين دعم المعارضة المسلحة المعتدلة والثاني دعم اي حل سلمي يقوم على مصالحة كل سوريين والمحافظة على نظام السوري دون قياداته العليا ومن دون دعم الجيش الحر فان الحل السياسي لا يمكن فرضه بشكل عادل جريدة عين بلدي نشرت مقالا لملاذ الزعبي بعنوان حلت عليك اللعنة جاء فيه وانت تقود دراجتك الهوائية على اسفلت من الاجساد وانت تستخدم اوتار حنجورة ابيك المهترئة لجيتارك الالكتريك وانت تنزعج من صوت قذيفة تحلق من قاسيون باتجاه ببيلة وانت تهتز على وقع انفجار في جوبر البعيدة كفيتنام القريبة كمنهات وانت تتمرجل على وزير الكهرباء وانت تلقن الضحية درسا بالسلم الاهلي وانت ازدواجي كسيف بحد واحد وانت تريد للقتل ان يمروا بلا عقاب وانت باحث علمي بهوى النازي حلت عليك اللعنة وانت هالع على مصير الخبز للخباز وانت وطني للعظم عندما يلعب المنتخب وغير مكترث اذا اعتقل احد لاعبيه وانت تستغل ما اتاحته لك الثورة كي تطعن بها وانت تسأل عن هوية المجرم قبل ادانته وانت تستفسر عن هوية الضحية قبل تعاطف معها وانت ترفض الحديث عن الضحايا تجنب الخوض في السياسة وانت تستذكر مجازر الارمن وتتناسى مجزرة حماة وانت ضد جرائم الشرف مع جرائم الابادة وانت مع قصف المدنيين اي مدنيين حلت عليك اللعنة وانت تشارلي ايبدو ولست اكرم رسلان وانت منطفض بسبب رسم كاريكاتوري ومستكين اثر قطع رأس وانت تؤيد دولة الخلافة من استوكهولم او رقة وانت تؤيد الدكتاتورية الاسادية من امستردام او معلولة وانت معجب بفلاديمير بوتين من باريس وانت ضد الوهابية مع ملالي قوم او العكس وانت تحتسي النفط الايراني وتشمائز من البترول الخليجي وانت فلسطين ومع فلسطين وليس مع الفلسطينيين وانت مع المقاومة ضد مخيم اليرموك حالت عليك اللعنة وانت عنفي في كوباني سلمي في ريف حلب وانت ملحد بالحيازات طائفية وانت مذعور من جبهة النصرى متواطئ مع ابو الفضل عباس وانت تتمترس خلف ما تعرف او تعرف في قرارة نفسك انها اكاذيب وانت تناقش الكيفية التي يجب ان ينفذ بها الحد وانت تزعق بعد هاو على دمشق وتخرس بعد برميل على دومة وانت تقرأ عبارات هذه وتشعر انك المعني بها بهذا المقام المشاهدين الاكارم يكونوا قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة